إذا نقوم بإضافة جدول الإشعارات فمبدئيا جدول الإشعارات كون عندك من عدة حقول توصف الإشعار في الدرجة الأساس إضافة لذلك أن هذا الإشعار موجه إلى أي مستخدم فمبدئيا كحقول رئيسية نحتاجها الـ ID بشكل رئيسي ثانيا عندك الـ Notification نقدر نقول الـ Notification Description أو الوصف العام أنا طبعا راح أضع على أساسي يكون سواء ما راح أضع تايسل عنوان ووصف هو بشكل مباشر وصف الإشعار أو إيش هو هذا الإشعار بدرجة الأساس إضافة لذلك كيفه بشكل رئيسي تحتاج إلى المانجر اللي هو الستر اللي عمل هذا الإشعار وأيضا نحتاج إلى إيش؟ نحتاج إلى اليوزر واللي هو هذا جدا مهم راح نوجه إلى الإشعار المعلم أوكي؟ فما بدين هذا إنتجر هذا يكون عندك انفار كار لكن خليك يكون عندنا إيش؟ ماكس يعني يمكن يكون عندك ماكس أوكي؟ وهذا إضا عندنا انفار كار تمام نعمل ست عليه أساس يكون عندك برايمري كيو مقدار الزيادة بواحد أوكي؟ أوكي؟ ثم على ذلك نقوم بحفظ التابل ورح نبدأ نسميه ثم على ذلك نقوم برجوع على فيجول الستوديو ونذهب على ونعمل ونعمل على نقوم بإضافة الجدول للمعني الجديد أوكي؟ ثم على ذلك نقوم بعادة بناء المشروع على البروجيكت الآن نبدأ نرجع على نافذة الرئيسية والصفحة الرئيسية مبدئيا ثم على ذلك أقوم بالرجوع هنا على هذه النافذة وأقوم بإسناد الفاليو بشكل مباشر طبعا لو تلاحظ أنه هذه هي عبارة عن Tile View يعني بالدرجة الأساس هذه Tile View فالمفروض أنه تظهر عندنا هذه الإيقونة فأعمل Run Designer مبدئيا وأذهب على الأعمدة ما رح تجد أي أعمدة باحتبار أنه تحتاج أنه تعمل يعني Sets بالنسبة للبيانات الخاصة فيك فيمكن أنه تقوم بتغيير ال View مبدئيا هذه ال View تقوم بيرجاحها إلى Grid View ثم على ذلك تقوم بعمل Sets تأخذ Entity Framework ثم على ذلك تعمل Direct Bend Binding وعلى Nuts وفي يمكن تعمل Show Generated Code Behind طبعا أنا ما أريد هذا يكون عندي لأنا راح أبدأ أضع شرط لعملية التحميل ثم على ذلك أضغط على Finish الآن طبعا أقوم بتغيير ال View أرجع على View على أساس تكون عندك Tile View أوكي ثم على ذلك أدخل على Run Designer راح تجد الأعمدة مثل ما هي موجودة ترجع على Layout تقوم بأرجع على Layout مثل ما تكون عندك عبارة عن Lista وأرجع على الأعمدة طبعا الأعمدة ما راح تضيف هنا أنا يعني في الأساس إنما راح تكون عندك في Tile Template يعني راح تكون عندك في ضمن Tile Template تقوم بتصميم هذه Lista مثل ما الشاهدة الآن أمامك ولكن قبل ذلك قم بإضافة الأعمدة فالآن مبدئيا تحتاج إلى Description الوصف وتحتاج إلى User بشكل رئيسي طبعا وتحتاج إلى Manager أوكي User و Description وال Manager الآن لو ترجع على Template راح تجد أن الأعمدة تمت إضافتها عندك أوكي فمبدئيا نحتاج إلى من هنا تقسمها لها قسمين رئيسيين تعمل Remove على السطر الأول طبعا مثل مشاهد وتعمل Remove على يعني عمود وعلى السطرين فيصبح عندك بهذا الشكل أوكي فيمكن إنه تقوم ب في عمل Merge أوكي لهذه نعمل Merge تمام ثم على ذلك قوم بسحب Description وأسقاطه هنا فأصبح عندك هنا Description وهنا ليكون عندك المانيجر وهنا اليوزر وهنا اليوزر وهنا المانيجر تمام؟ الآن بالنسبة لهذا الحقل فطبعا أذهب على الفونت الخاص فيه فأبدأ أبحث عن الفونت اللي هو في المظهر وطبعا في لمن يكون علي في Normal يعني في Normal يكون عندي LBC أوكي أبحث عن LBC أبحث عن LBC مبدئيا وأضبطها يتكون عندي 12 طبعا نفس الكلام تبدي تكرره هنا لكن العملية لازم تحكسها على أثناء عملية Select وأثناء عملية الضغط أوكي هذه العملية تبدي تكررها على الأوفر هنا والNormal وعملية الضغط وعملية Selected فتكرر هذه العملية عليها كله فأنا راح أبدأ أغيرها مبدئيا الآن ضمن النورمال يعني في ضمن الاحتياج دي أوكي ناخذ LBC نقل له هنا أوكي تمام نقل له أوكي نقل له هنا Yes تمام الآن مثل ما نشوف تم العرض مثل ما نشاهده الآن أمامك الآن طبعا حتى تقوم يعني بتجربة هذا الشي لكن قبل ذلك إيش تحتاج تحتاج إلى أنه أنت أصلا تقوم بجلب البيانات اعتمادا على اليوزر اللي هو معروض عندك هنا في ال LB username هنا ضمن ال LB username فطبعا على هذا الأساس على هذا الأساس أنه راح نعمل التالي أوكي راح نقوم بإنشاء method private void load data notification أوكي هذه المثود راح تعمل لك يعني load اعتمادا على الشرط اللي احنا نضعه فعلى هذا الأساس أنه راح تكون عندك grid control dot data source steps راح تبدي تساوي لك db أوكي في الأساس احنا لم نقوم بتعريف db فاقوم بتعريفها في الجزء في الجزء العلوي أوكي اللي هي db entities أقوم بتعريف على أساس تكون عندك db طبعا ثم مع ذلك أقوم بعمل initialize لها نقول هنا عدي db is new from db tms entities أوكي آآ الآن نقوم بتجلب البيانات أوكي تجلب البيانات لكن عدنا شرط الشرط أيش يقول dot where أوكي x بحيث dot user هو يكون يساوي للألبي username dot text أوكي ثم dot to list أوكي تمام الآن طبعا بالنسبة لهذه الوظيفة بالنسبة لهذه الوظيفة فاحنا راح نقوم ب يعني باستدعاها بأكثر من حالة في حالة أول تشغيل البرنامج في عمل لود للبرنامج يعني اللي بالنسبة للإفنت هنا إضافة لذلك ضمن تايمر معين لازم تكون هي بشكل مباشر ضمن توقيتات معينة تقوم بعملية التحديث بين السيربر فمبدئيا نحن الآن استدعيناها داخل المين لود أوكي داخل المين لود وطبعا على هذا الأساس لو ترجع على قاعدة البيانات وتعمل رفريش تقوم بعرضه أو عمل اديت علي ثم على ذلك تقوم بوضع يعني هنا وصف هنا وصف الوصف الخاص في النوتفيكيشن في الإشعارات أوكي وهنا المينيجر نحتبر هنا عندنا صفاء أو أحمد مثلا تمام واليوزر هو صفاء انتبه على اليوزر تمام كرر هذا الكلام طبعا فالآن مثل ما شاهدت قمت بإضافة بياناتس يعني حاليا لكن لو تنتبه على النات يوزر المفروض يجلبنا الآن فقط هذا الاشعار وهذا الاشعار باعتبر انه موجه يلي هذي اليوزر تمام فأوكي الأن طبعاً ترجع على الـ الـ والتنا ونعمل عن عليه ونشوف هل انه نجلب لنا الاشعارات او في مشاكل فلو تقوم بعملية العرض مثل ما تشاهد الان قام بتجلب الاشعارات مثل ما تشاهد الان عندك هنا وصف وقام بتجلب طبعا لو تلاحظ قام بتجلب كافة الاشعارات اوكي المفروض انه فقط يقوم بتجلب المتابعة الى يوزر فمبدئيا نحتاج الى نقوم بالتالي نقوم باستدعاء هذه المثود اوكي نقوم باستدعاء هذه المثود هنا داخل او في الاساس احنا اه هو قام في عمل generate الها فنقوم بحذفها اوكي الان نعمل مفروض انه يقوم فقط بجلب الاشعارات الخاصة في صفاء الان مثل ما تشاهد جلب الاشعارات فقط اللي هي موجهة الى صفاء طبعا مبدئيا تحتاج الى تحسين التصميم الخاص في الناتفيكيشن فيمكن انه تقوم بالرجوع على الديزاينر ثم على ذلك تقوم بتحسين التصميم من هنا تذهب على الديزاينر ثم على ذلك على اللي اوت هنا ثم على ذلك على التايل تيمبلت وتختار اي واحد منها ثم على ذلك تقوم باعادة التصميم او تحسين التصميم